أكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من المشروعات في قطاع الطاقة جاء ذلك خلال إعلان التحالف الفائز بمشروع أول محطة توليد كهرباء تعمل بالفحمة التي سيتم إنشاؤها بمنطقة الحمروين على ساحل البحر الأحمر بقدرة 6000 ميجاوات وخلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء أكد إسماعيل أن الاعتماد على مصدر واحد من الطاقة يمثل نوعا من الخطورة من جانبه أعلن وزير الكهرباء محمد شاكر أن هناك خطة استراتيجية للطاقة في البترول والكهرباء حتى عام 2035 لافتا إلى أن بناء المحطة يستغرق سبع سنوات